يعني الشكل والتحكيم تم تسعة عندية نص قدية الدور يعني الأهلي ما تكلمش في حاجة محددة تخصه لكن تكلم فيه الوضع العام هذا ما فيش نقلا عن ده رئيس الربطة بيقول بصراحة هذا الأمر وأيضا يقدر ويعترف ويقر الأهلي وأكثر عندية تعرضا لصعوبة ضغط المباريات أنا بس يعني كنت أتمنى أن المبرهة وإحنا بنأجلها قبل ماتش الرجاء كان يرعى أن برضو مهدي ماتشات حساسة جدا وترتبها مهمة جدا ويجب زي ما الزمالك خد سبعة أيام وهذا حق وكان يعني من الضروري أن يحصل على سبعة أيام بين سجرادة والوداد لأن يتخلى لهم كان أيضا لعب خارج البلاد أن يرعى نفس الأمر مع الأهلي وإحنا هتقول لي مؤجلة حنلاقلها مكان هو الأهلي يعني اللي بيقولك الأهلي بيهرب من ماتش يعني مش حلعبه ما حلعبه لكن ما تلعبنيش في ظروف غريبة جدا وأشد صعوبة من اللي فاتت كمان يعني ظروف أصعب لأنك أنت زي ما احنا قلنا أربع ماتشات فيه منتهى صعوبة في حوالي التسع أيام والعشر أيام والحقيقة برضو الجزئية اللي قالها الأستاذ أحمد دياب أن الأهلي أكثر الأنديال أربعة تضرورا ده يخلينا نفتكر اللي حصل للسنة اللي فاتت لأنه فكرة معاقبة الأهلي على نجاحه دي لازم أن الناس توقف عندها شوية لما بتيجي تأجلي مباريات عشان أنا مكمل في البطولة الأفريقية أو مشارك في بطولة العالم أنت بتأجلي علشان فيه تعارض في الارتباطات مش ملحة ولا كدو منك فيه تعارض في الارتباطات فالأهلي مكمل في دورة أبطالة الأفريقية كانت النتيجة إيه السنة اللي فاتت لو تفتكروا؟ رح جايب لك المؤجلات كل يومين مباراة كل يومين مباراة يقضي عليك في الإنهاك تباما يخسر الأهل نقاط ويتالت طب هعمل لك إيه ما أنا أجلتلك أنت أجلتلي مش تكرما ولا تعطفا منك والله أنت أجلت للفريق اللي مكمل في البطولة عشان فيه تعارض في المباريات فلما ترجع تلعبني لعبني في الظروف الطبيعية وبالمسافات البينية الإنسانية شوية بلاش فكرة ما أنا أجلتلك لأن الكلمة دي تقالت السنة اللي فاتت كتير لما كابتن سادعب حافيس طلعي اشتكى من الأجهات قالك ما إحنا أجلنا لكم وإنت كنت تقدر تخليني ألعب مع الرجاء في الصوبر والعب في نفس اليوم مع بيرامة زهنة فيه تعارض في المباريات لما ترحل لي المباريات المتعارضة رحل هالي حط هالي في مدد أو في فترات زمنية طبيعية مش استثنائية عشان تروح في أسبوع واحد ملعبني ثلاث مباريات يخسر الأهل نقاط فيتألك ما أنا متأجل لك ما هدي مؤجلاتك فأتمنى أنه مدام الأستاذ أحمد دياب وهو رئيس الرابط بيقر أنه الأهل أكثر الأندية الأربعة تضررا أنه يبقى فيه اتفاق باش مهندس أنه الفريق اللي بيكمل في البطولات الأفريقية أو في مشاركات خارجية أخرى زي بطولة العالم للأندية لما ترجع تلعبه لعبه في حدود طبيعية مش بحشر المباريات بين الأسابيع شوف أستاذ إبراهيم أنا الثاني أو ثلاث مرة أسمع الأستاذ أحمد دياب طبعا كان بالنسبة لي شخص أنا معرفوش لكن في كل مرة أسمعه منطقي جدا منطقي وأستشعر منه الحرص على إنه غير واقع فيه نوع من الخلط الشديد جدا للأمور بس هو في الحوار ده أو في اللقاء ده أشار إلى نقطة وإحنا لمسناها كده ما أنا قلت للأندية يخليكوا في هذا الموسم ناخدوا موسم استثنائي لإصلاح التراكمات الصعبة الماضية برضو الأندية غريبة جدا عندما تناقش الأمور تناقشها من مصالح ديقة ما بين عمرنا ما بناخد وضع عام عارف ساعتها كان الغلط فين هو أنت دلوقتي عندك مكتب تنفيذ للربط منتخب وبيسير المسابقة المفروض لو عايز تكر نظام الأندية خلاص أكي ممثلة لكن هترجع تجيب جمعية عمومية ما جاء الضغط يا أستاذ أبريد كتلسة خلي بالك الرابطة كتلسة بتبدأ وعندها تحدات يتيب اللي ديوم في المية قوي اسمع بس ما كانش لسة إيدهم في حاجة خالص ده كان لسة حيبتدوا حطوا إيدهم لكن إحنا الأندية صاحبة الحق إنما هما بصوا على إن الأهلي خلينا يا أخي هدي إحنا كلنا بنشتك ما ينفعش الكلام ده حتى لو الأهلي حتى لو لو أي هو مش فيه أربع عندية ما إحناش عارفين هم مين كل سنة ما إحناش عارفين توزيع البتاع إلا في النهاية الأربع عندية دي بيتعرضوا لهذا الموقف والطبيعي إن الأهلي والزمالك وفيرامد والمصري المشاركين السنة دي إن كانوا هيتعرضوا لهذا الضغط طالما إن مشهورهم الناجح مستمر فكان لازم يراعى هذا الأمر مش مسألة إن دي مصلحة مين ما فيش مصلحة حد دي مسألة إنسانية النهاردة المنتخد يا رب ما يحصل إصابات في الأندية الأهلي وفيرامد بيشتركوا في أفريقيا ما تشون دا يا رب ينتهي بدون إصابات مشوارهم الإفريقي يكملوا يا رب ينتهي من غير إصابات المسألة صعبة لأن في الآخر الكورة مصرية بتدفع التمن وهو كان عايز يعني أحد الطموحات إن الكواليتي أو القيمة أو أو المكانة بتاع الدور المصري تبقى هو الأميز في المنطقة ويختارب من العالمية مش مش ممكن وإحنا دي الزهنية اللي بنفكر فيها دي مصلحة مين على مصلحة مين لمصلحة مين والشكل اللي في كل قرار فيه صح يتعمل وفيه موسم حنتحمله حنتحمله وبعد كده نشوف الأمور لما تتعدل نبتدي بقى نقول إيه سبت وعمل لكن طول ما إحنا 18 نادي ومشاركات وبعدين السنة الجاي هو قال هيبقى فيه بطولة ربطة الأندية دي هتبقى بطولة رسمية كاس الرابطة كاس الرابطة مش هتتعمل وكانها بطولة بديلة ودية هنجيب لها وقت منين رخرة الأمور صعبة عشان كده كل اللي نتمنى من الأزمة دي حاجة واحدة انت كربطة حط معيار الأندية اللي بتشارك وبتكمل في دور المجموعات ومما بعدها يبقى لها تعاب ومش الأهلي بس كل الأندية اللي بتشارك وده الكلام الكابتل خطيب